السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس ابو حسين مهندس زراعي مختص في مجال مكافحة الحشرات والقوارض اليوم رح احكي عن حشرة موجودة في معظم منازلنا حشرة موجودة في المطابخ في الحمامات موجودة في اماكن الصرف هاي الحشرة بتسبب ضرر وبتسبب ازعاج سواء كنت في الحمام او المطبخ وتلويث الغذاء في يعني بصير في عندنا اختلاف انه هاي ذبابة هاي بعوضة هاي نموسة ياريت ان اعجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة واي تعليق او اي استفسار ياريت تكتبو لنا اياه في الاسفل وارجعنا لكم من جديد الحديث عن حشرة موجودة في جميع المنازل موجودة في الحمامات والمطبخ نفس ما حكتلكم هاي الحشرة اسمها البرغش او البرغش او دبابة الصرف او دبابة البلوعات هاي الحشرة بصير في اختلاف بينها وبين دبابة الفاكهة هي اهفة منزلية شائعة الانتشار غالبا ما تراه حول الاحواض الحمامات والبلوعات الصرف في المنزل يتمتع دباب الصرف بمظهر فريد مقارنة بالذباب المنزلي وفي اختلاف بين الدباب المنزلي والذباب الحمام يمتلك دباب الصرف زوجا كبيرا من الاجنحة يمتد الى ما بعد اسفل البطن بشعر غامق مما يمنح مظهر مميزا مقارنة بالذباب بذبابة الفاكهة يعني دايما في اختلاف بين ذبابة الفاكهة والبرغش والافات الطائرة المماثلة الاخرى وتتراوح الوانها من الرمادي او الاسود مع اجنحة وارجل اغمق لون البطن اسود تقريبا واجنحة محددة بلون غامق اه وارجلكم فيديوهون على اه ببينلنا شكلها واماكن توجدها انها هي مش بس حشرة مجهرية ويمكن رؤيتها بوضوح العين اذا الحشرة مش مجهرية يمكن رؤيتها وممكن معرفته وتمييزها بكل سهولة على الرغم من صغر حجمها الا انه بامكانك اظهار ملامح جسمها او شكله دورة حياة ذبابة الصرف يتمتع ذباب الصرف بدورة حياة بسيطة مماثلة لجميع انواع الذباب والبعو تضع ذبابة الصرف بيضها في المواد المتحللة الموجودة في المصارف وهي نفس الاشياء التي تأكلها ويتم وضع البيض في مجموعات داخل المواد العضوية ويفقص خلال 48 ساعة قد يختلف الوقت الفعلي للفقس حسب درجات الحرارة والمواد التي يتم وضعها على البيض او اذا صار في صيانة او اصلاح في مكان الصرف بعد الفقس تتغذى هذه اليرقات على المواد العضوية او المواد او الفضلات الموجودة في البلعات تصل الى مرحلة النضوج الجنسي خلال 14 يوم تعتمد اعتمادها على الطعام والماء وظروف درجة الحرارة هاي العوامل بتعتمد على درجة او كمية وجودها تنمو هذه الافة بسرعة كبيرة ويمكن ان تبدأ في التكاثر بسرعة خلال ايام يعني سريعة التكاثر خصوصا بتعتمد على درجة الحرارة بتعتمد على الرطوبة والظروف الجوية تنمو هذه الافة بسرعة كبيرة نفس ما حكيت هس خلينا يعني ليش هاي الحشرة موجودة في المنازل بجميع اوقات السنة بالشتاء بالصيف بالخريف بالربيع بتلاقي هاي الحشرة موجودة بتسبب ازعاج للجميع ليش اول اشي من المحتمل ان يأتي دباب الصرف من مصادر خارجية نتيجة لانه يشعر بمصدر المياه والغذاء والمأوى يعني توفر المأوى المناسب وتمام تعتبر كمان تعتبر مصارف المتسخة او ذات الرائحة الكريهة مناطق مثالية يعني بكون في مشكلة بالصرف عنا وهناك ثلاث اسباب رئيسية للاسباب بذبابة الصرف اول اشي مصدر المواد العضوية اثنين مصادر للمياه والمأوى ومكان مظلم لهم حتى يعيش فيهم هاي هي اهم المصادر اذا شلنا مصدر منهم ممكن انه ما نشوف هاي الحشرة يتوفر الصرف كل هذه العناصر الثلاثي الثلاث لذا يتسبب في تكاثر الذباب هسا خلينا نشوف ايش بوق كل الذباب حكيت لكم اه ذباب الصرف يتغذى على المواد العضوية اه كمان اه الجلد المتساقط اه الشعر اه الاشياء اللي يعني بتسقط من جسم الانسان من فضلات براز هاي الشغلات كلها بتغذى عليها اه بقايا الطعام وهاي يعني افي اكثر من سبب سوائل الجسم العراق عشان هيك بيكون في الاماكن اه قليلة النظافة بنتشر هذا البرغش اه كمان بنتشر في الاماكن غير اه اه الاماكن اللي بكون فيها مشكلة بالصرف الصحي اه بنتشر كمان ايضا فيه الاماكن العام بشكل كثير كبير عبارة عن حشرة موجودة بتعمل ازعاج نفسي اه بتعمل اه بتخلي الواحد مش مرتاح بحس الواحد انه فيه مشكلة لسه موجودة فياريت انه الواحد لما يشوف هاي الحشرة حفظت عن نظافة اه تهوية جيدة كمان اه انه انا اشوف انه ما في عندي مشكلة بالصرف لذلك بتمنى من الجميع عمل لايك واشتراك في القناة واي ملاحظة او اي استفسار بخصوص البرغش او حشرة ثانية يكتب لنا اياه في التعليق